السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلام بكم من جديد وفي شرح جديد في شرحنا لهذا اليوم ان شاء الله اخواني الكرام سنتعرف على طريقة تحويل هذا الكيبل الخاص بالريزو او نيت او بما يسمى بال ارجي كارون سانك ارجي خمسة واربعون يمكنك تحويله الى يوزبي نعم كيبل يوزبي مثل الكيبل الذي تشتري يعني من المحلات ولكن ذلك الكيبل اخواني الكرام فنادي لما تجد كيبل طويل يكون مثلا اه عشرون متر او خمسة واربعون او اربعون متر فمن الصعب ان تجد يعني اه ذلك الطول ففي اليوم في هذا اليوم ان شاء الله وفي هذا الشرح اخواني كرام سنتعرف على طريقة استفادة من هذا الكيبل الريزو ويمكنك اه تشغيله حتى وان كان طوله يصل الى مائة متر نعم بالطريقة التي سوف ان شاء الله نشرحها اليوم وهي طريقة فعالة وكذلك في نقل البيانة وكل شيء فصراحة طريقة جد فعالة فنبدأ على بركة الله اخواني الكرام فكل ما سنحتاجه ان شاء الله في هذا الشرح وستشتري قطعة مثل هذه كما هي مبينة امامك فهي رخيصة جدا يعني لا يتعدى تمانوه اذا اشتريتها من النت فلا يتعدى تمانوه يعني عشرون درام اي ما يعادل اثنان دولار فرخيصة جدا ولكن كفاءتها فهي عالية صراحة تكون على هذا الشكل اه بحيث نقوم بادخال رأس الكيبل في هذا هذه النقطة هنا او في هذا المنفذ ويقوم بتحويل لنا الى يتحويله الى يوزبي يعني يمكنك ربط معه مفتاح كلي ويفي او مفتاح ويفي او كذلك يوزبي او اي شيء فقط يعني تقوم ستشتري مثلا كما قلنا هذه القطعة وتقوم بتفصيلها على هذا الشكل فالطريقة بسيطة اخواني الكرام تقوم بتركيبها على هذا الشكل يعني طريقة بسيطة وتأتي بالرأس الاخر فهذا كيف يلطوين نوعا ما وتأتي بالرأس الاخر فنفس الشيء ستقوم بادخاله في الطرف الاخر قوم بادخال الطرف هنا وطرف هنا يعطيك يعني على هذا الشكل فستقوم بادخال هذا الطرف في الحاسوب مثلا سأقوم بادخالي وسأقوم بادخال هذا الطرف سأقوم بتشغيل به مثلا اه مفتاح يوزبي او اه يعني او اي شيء سأقوم بتوصيله وستسمعنا الصوت في الحاسوب سمعتم اخواني الكرام يعني تم التوصيل يعني بكل بساطة سأقوم لوريكم اكتر هذا هو الطرف كما قلنا لاحظوا معي عندما اقوم بالتوصيل لاحظوا معي هذا هو الحاسوب لاحظوا معي اخواني الكرام لاحظتم يعني تم توصيل يعني بكل سهولة وتم تحول الكابل بكل ببساطة بدون يعني ان تشتري كابل اه ولكن الميزة في هذا في هذه القطع اخواني كرام فيمكنك اه تحول هذا الكابل حتى وان كان طوله مئة وخمسون متر يمكنك يعني وتركيب عليه اليو سبي وستشتغل بدون اي مشاكل اقوم بتوصيل مثلا الالفا واي شيء اخواني كرام مثل هذه وستشتغل عادي فقط يعني بهذه القطع فلمن ارد شراء هذه القطع اخواني الكرام سا اضع لكم اه اسمها فقط تكتب يعني اه ارجي كارون سانك تو يوز بي وستجد يعني ارابط اذا اردت ان تقوم بشرائية من النيت واذا اردت ان تقوم بشرائية من محلات اخرى فذلك الاختيار يبقى لك فهذه هي اسم القطعة هناك قطع اخرى مشابهة لها اذن اخواني الكرام الى هنا ينتهي شرح الى شرح قديم بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته